اهلا بكم عشاكم حبي تفسير الاحلام ازايكم عاملين ايه يا ربي ده منكم بخير احبا في الله النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم من الاحلام المهمة جدا واللي لها دلالت كتير جدا في حياة الرأي او الرأية في المنام وهي روت الرسالة في المنام او اللي يشوف رسالة في المنام ده معنى ايه هنا يعني عايزك تركز كويس جدا يا طرى ايه نوع الرسالة اللي جات لك في المنام دي يا طرى كانت رسالة ورقية ام كانت رسالة الكترونية يا طرى كنت سعيدة يعني استلام الرسالة دي يا طرى كنت حزين لان الرسالة في المنام بتبشر او دلالة على تلقي الاخبار السعيدة والاحداث الصارة للرأي ورؤية الرسالة الطويلة في المنام من شخص غير معروف اشارة لوجود حالة من الزعل او الاعتاب بين الرأي يعني او بين احد المقربين ليه وبتدل الرسالة القصيرة في المنام الرأي يعني دلالة على وجوب الانتباه وان هو يحذر من امر ما هيحدث ليه الرسالة الكترونية في المنام يعني مثلا لما شوف الشخص في المنام انه هو وصلته رسالة الكترونية من شخص بيعرفه دليل على اقتراب اللقاء ما بينهم كما تشير رؤية الرسالة الكترونية في المنام لاهتمام صاحب الرؤية بالشخص المرسل فازا كانت الرسالة دي صوتية دليلة على اشتياق الشخص الرأي للشخص المرسل اليه وحكته اليه واستلام رسالة من شخص في المنام يعني مثلا لما تشوف في المنام ان انت استلامت رسالة من شخص ما ويعني ده ببشرك ان شاء الله بيسمع اخبار صارة في وقت قريب وروية الرسالة في منام العزباء بشرة ليها وسعادة واللي تشوف في منامها استلام رسالة كتيرة وكانت فرحانة دليل على تلقي اخبار مفرحة ربما زواج ربما وظيفة جديدة ربما حل مشكلات موجودة في حياتها ورؤية شخص بتحبه بيكلمك عبر الهاتف في منام العزباء ده اشارة ايجابية في حياتها القادمة واشارة لتواجد شخص باذن الله هيغير حياتها للافضل فلو شافت مثلا شخص بيحبها مثلا او رؤية شخص بتحبه بيعني بيبعط لك رسالة في المنام ده بيبشرك ان شاء الله بقرب الفرج وفي اخبار صارة سعيدة خاصة بكم في الفترة المقبلة بإذن الله فالرسالة في المنام دليل على تلقي اخبار سعيدة بإذن الله للرأي او الرأية في الفترة المقبلة بيبشرهم ان شاء الله بقدوم اخبار مفرحة بإذن الله ربما في زواج قريب جدا ربما للبنت العزباء وربما في اخبار مفرحة لها في الفترة المقبلة بإذن الله ايضا رؤية الرسالة في المنام من شخص غير معروف ربما يعني اشارة لوجود حالة من الزعل او العتاب ما بين الرأي وما بين احد المقربين ليه ورؤية الرسالة القصيرة في المنام بتكون ربما تكون رؤية تحذيرية للرأي وربما بتدل على تعرض حالة نفسية بتجعله مكتئب وحزين الرسالة في المنام بتدل على حسب ما تحتويه يعني مثلا لو شفت ان الرسالة اللي جاي لك في المنام دي خير فبتبشرك ان شاء الله بقدوم اخبار مفرحة او كانت شر هنا بتكون رؤية غير محمودة واستلام رسالة من شخص ما تعرفوش اشارة لمشكلة هتقع للرأي من هذا الشخص ورؤية الرسالة يعني المقطعة في المنام بيدل على كلام سيء بيقال عن سمعة الرأي وبيدل على ان فيه اشخاص بيتكلموا عن الرأي بكلام غير جيد ورؤية كتابة رسالة في المنام دلالة على طبع الغيرة اللي بيسيطر على الرأي تجاه منافسية فالرسالة في المنام لازم يعني ناخد بالنا كويس جدا يا طرر الرسالة دي كانت مكتوب فيها ايه او كان محتوها ايه يا طرر الرأي او الرأية كان سعيد اثناء ترق الرسالة دي طرر كانت رسالة ايه ورقية او الالكترونية فلازم ناخد بالنا كويس جدا والركز كويس جدا في نوع رسالة اللي جات لنا علشان اه تفاصيل الرسالة هتكون يعني هي تفسير الحلم باذن الله والحلم ده طرر هيكون محمود او غير محمود حسب تفاصيل الحلم وحسب حالة الرأي ربنا بصركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز فاصرها ياريت اكتبها الناس فل الفيديو وللقاء فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى